اشتركوا في القناة وأن تلتزم بالمبادئ والمطالب المقدمة لها ما الذي تسعى إليه قطر وهل ترويج الأكاذيب يفيدها طبعا ترويج الأكاذيب لا يفيدها أعتقد أن قطر تحاول القفز على الواقع هي تحاول أن تتنصل عن تطبيق الالتزامات أو التفاهمات التي تم التوقيع عليها في الرياض في العام 2013 والعام 2013 و2014 طبعا هذه التفاهمات تضع الأمور في نصابها على السكة كما تعلمين معالي وزير خارجي تحدث بشكل واضح أن الهدف هو حماية الأمن الخليجي بالدرجة الأولى وإعادة الأمور إلى نصابها ثم بعد ذلك تعريف مصادر التهديد بالنسبة لدول المجلس التعاون الخليجي نحن نتحدث عن أخطار داخلية تواجه دول المجلس بالإضافة إلى أخطار خارجية تحيط بها من كل جانب وبالتالي أعتقد أن محاولة قطر الهروب إلى الأمام والقفز عن الواقع من خلال محاولة تسييس هذا الصراع من خلال إطلاق عليه الصفة الإنسانية أو أن قطر تواجه حصار أو تواجه دعيني أسميه مؤامرة خارجية هذا لا يفيد للقطر أعتقد أن قطر ينبغي أن تقف أمام مسؤولياتها أمام المجتمع الخليجي من ناحية والاتزامات التي تعهدت بتنفيذها أمام المجتمع الدولي وإلا الأمور سوف تتجه نعم تفضلي سيدي كما ذكرت النظام القطري يدعي أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تحاصره طبعا هو إدعاء باطل وفنده فيما سبق معاني وزير الخارجية شيخ خالد بن أحمد الخليفة في لقاء تلفزيوني مع القناة الزميلة العربية باعتقادك ما هي الفائدة من ترويج هذه الأكاذيب بالنسبة للقطر هو محاولة إبراز أو إظهار الجانب القطري بمظهر الضحية للهروب من الالتزامات والاستحقاقات التي تعهد بها أنا بأعتقد أنه كما تفضل أيضا معاني وزير الخارجية عن نقطة مهمة جدا نحن نواجه السياسات القطرية وليس الشعب القطري قطر تحاول أن تدفع بهذا الصراع لأنه عبر عن حصار شعبي هي مشكلة مع الشعب القطري وهذه طبعا قضية ليست صحيحة بالأساس الحصار هو ليس حصار هو إغلاق للحدود قطر ما زالت تستورد احتياجاتها من الخارج هي عملية احتجاج من دول مجلس التعاوني الخليجي بالإضافة إلى مصر عن السياسات القطرية التي أستطيع أن أصفها بأنها سياسات غير واقعية وغير منسجمة مع الدول خاصة نحن نتحدث الآن عن معركة مصيرية بالنسبة لدول مجلس التعاوني الخليجي الذي يريد أن ينتقل إلى مرحلة جديدة من التكامل أنا بتقديري أنه حتى دول مجلس التعاوني الخليجي وكم أعلن عن ذلك الوزير الخارجية القطري البحريني بشكل واضح أننا معنيونه بالدرجة الأساسية بالحفاظ على مجلس التعاوني الخليجي بالحفاظ على بنيته لكن علينا أن نجد شيء من دعيني أسمي السياسات المنسجمة للدفاع عن دول مجلس التعاوني الخليجي إزاء الأخطار والتهديدات التي تواجهها أنا بعتقد الرسالة البحرينية واضحة بالنسبة للأشقاء في قطر أنه عليكم بالأساس أن تعودوا إلى عاصمة صنع القرار في مجلس التعاوني الخليجي مثلا بالمملكة العربية السعودية الهروب خارج السياق والتغريد خارج السرب لا يفيد السياسة القطرية من ناحية الأمر الثاني عسكرة الصراع أيضا لا يفيد قطر قطر حاولت أن تستجلب القوات من الخارج سواء من الأتراك أو التلويح باستدراج قوات إيرانية هذا يتنافى مع ميثاق مجلس التعاوني الخليجي من ناحية ولا يخدم دول مجلس التعاوني الخليجي وكانت الرسالة البحرينية واضحة في هذا الصدد عندما أعلن معالي وزير خارجي أنه الهدف بالأساس أن دول مجلس التعاون لن تسمح الأمور الانزلاق إلى الناحية العسكرية لابد من اللجوء إلى الخيار الدبلوماسي لحل هذه الأزمة من ناحية ومن ناحية أخرى ينبغي أن تتسم الدوحة بصوت العقل والمنطق لحل هذه الأزمة التي قد تعصف بمنظومة مجلس التعاوني الخليجي وبالعلاقات البينية الخليجية مع التركيز بشكل واضح من خلال المرسوم الذي أصدره جلالة الملك بشكل واضح على أهمية البعد الإنساني فيما يتعلق بالأزمة مع قطر وأن لا تؤثر على شعوب دول مجلس التعاون الخليجي حيث قامت دولة البحرين بشكل واضح بإعلان عن مجموعة من الإجراءات التي سوف تقوم بها للتخفيف من المعاناة الإنسانية خاصة في ظل النسيج الاجتماعي والعشائري والقبائل الموحدة التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي نعم الدكتور نبيل العتوم المتخصص في شؤون الإقليمية شكرا جزيلا لك شكرا